إنه الشعب الفلسطيني من يتحكم إنه الشعب الفلسطيني من يتحكم هو من يدفع بكل قواه إلى الأمام القوة المنسلحة ما هي إلا أحد أشكال غضب الشعب الفلسطيني على الاستفزاز الذي قام به المحتل الإسرائيلي منذ أسابيع منذ أسابيع وهو ينتهك حرمة الأراضي المقدسة ينتهك كرامة الإنسان الفلسطيني ينتهك كل القوانين الدولية ينتهك كل فكوك الإنسان المتعرف عليها ويضرب بشبابنا يضرب بنتائنا يضرب بأطفالنا فكل من يدير الدفة هو الشعب الفلسطيني لذا نحن عندما نريد حقوقنا ونحن عندما يعلو الصوت صوت الشعب فوق كل شيء يجب أن يدعن الاحتلال لما فعل يجب أن يتراجع عن طب الأهالي من الشيخ جراح يجب أن يتراجع عن الهجوم على المصليين في مسجد الأقصى يجب أن يذعن لكثير من مطالبنا وأولها إكمال عمليات ديمقراطية بإجراء الانتخابات في القدس القدس ليست عاصمة إسرائيل موحدة كما يقولون يهودية الدولة الإسرائيلية أمر لا نعترف به كفلسطينيين هناك مبادئ عدة أدارة هذه المعركة بتراكم الانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني عبر سنوات وما يحدث الآن ما هو إلا شرارة لقد كانت كامنة وموجودة في كل شاب وشابة فلسطينية في كل العائلات الفلسطينية في نساء في الرجال وما هي هذه القوى المسلحة التي تحاول أن تدافع عن شرف فلسطين ما هو إلا أحد مظاهر الإرادة الشعبية والتي تمتلك وسائل كثيرة وهي الاستمرار في الانتفاض الشعبي في كل مدن وكرة فلسطين وهذا ما نراه لما نراه لداخل الخط الأخضر في عكا وحيفا ويافا وراهة وذئر السبع مجد كروم وأيضا في الآن في الضفة الغربية هناك مظاهرات واحتجازات تحوم الشوارع في نابلس وجمين وطول كرم وأيضا هو الأمر في غزء الناس يسمدون يسمدون رغم القتل رغم الضحايا رغم الشهداء رغم الجرحة أطفالنا يقتلون نساؤنا مبانينا تهدم استخدام مفرط للقوة لو يسمع العالم العربي حجم الصوت الذي ننام ليلا ونحن نسمعه حتى أننا لا ننام ولكننا نصمد ونصدر لأن عنوان هذه المعركة هو القدس عنوان هذه المعركة هو إحياء كل مكونات الهوية الوطنية الفلسطينية لأول مرة يستمع كل الشعب الفلسطيني منذ سنوات لينتصد من جنوبه إلى شماله لينتصد على كل اتفاقيات التي لم تقوم الاحتلال بتطبيقها ومنها اتفاقية أوسلو الآن هي تلغى هي تلغى عندما يكون هذا الانتفاق في الداخل الفلسطيني هم فلسطينيون ليسوا عرب إسرائيل فقط هم فلسطينيون ينتهك وجودهم ينتهك مواطنتهم نحن نعاني من أبرتايد من تنميز عنصري من اضطهاد من إحلال سبكاني من تهجير من استيطان طيب سيد